الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا علام إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حين على الصلاة الحيثي على الفتاح دقامة الصلاة ودقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغموا أستغموا أعتادهم سووا صففكم فإن تصفية الصفوف من فمان الصلاة سفق ذرف الكندان لرسل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبو رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ودان آبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آساله إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما جعلنا ما على الأرض إنما جعلون ما علينا صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ونغضالين أمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما نذبه من علم ودان آبائه منه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آسالهذ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما عدى الأرض زينة لها لنبلوه إنهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبلعنت عليهم غير المغبوب عليهم ونغضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه عوجا قيما قيما منذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنهبا وهم أيهم أحسن عمدا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف وبوقيم كانوا من آياتنا عجبا إن أغل الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبلعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجعلون ما علينا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبلعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر الحسنا ما كثين فيه أبدا ويبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا ما لهم به من علم ودان آبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آسالهذ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أغى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبلعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لننذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر الحسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنهبا وهم أيهم أحسن عمدا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إن أغى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة ربنا آتنا من لدوك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويبشر المؤمنين وينذر الذين قالوا احتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إذ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجعلنا ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ عرى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبلعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ودان آبائه من كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آساله إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوا وهم أيهم أحسن عمدا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف وبوقيم كانوا من آياتنا عجبا إن أغل الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعنت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه عوجا قيما قيما لمنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويبشر المؤمنين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ودان آبائه ابنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آساره إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوا وهم أيهم أحسن عملا وإنما نجعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ عرى الفتية إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر